اشتركوا في القناة وإثباته ثم الحكم بموجب بالحكم النظامي المحدد لهذه الواقع النظام الإثبات سيفيد في قضاء الأحوال الشخصية سيفيد في قضاء المعاملات المدنية وأيضا يفيد في جوانب أخرى في القضاء التجاري وغيرة من عدة نواحي لعل أبرزها أن القواعد القانونية لتحكم الإثبات ستكون محددة وليست محل لاختلاف أو تفاوت في التطبيق بين المحاكم هذه نقطة جدا مهمة وجوهرية في الإثبات أيضا نظام الإثبات سيحدد الطرق والوسائل للإثبات التي لها الحجية وحجية الوسيلة الإثبات مثل وسيلة الكتابة في السابق قد تتفاوت نظر المحاكم أو بحسب نظر كل قضية يعني اعتبارها قرينة أو دليل قاطع أو ذرا وأكد وزير العدل على أن حجية وسائل الإثبات التي نص عليها النظام لن تكون محل التعديل سواء من القضاء أو أي طرف آخر تغير الآن العديد من الأدوات التنظيمية والاقتصادية خاصة في المملكة مثل تطور التقنية وعددها وعدد من الأمور والنواحي الأخرى الاقتصادية هذه تستدعي بالتشريعات أن تواكب هذه المرحلة وتوجد عدد من الأدوات القانونية التي تحكم الحالة ابتداء بالوقاية قبل النزاء وهذا نقطة مهمة جدا العدالة الوقائية المنتظرة من تطبيق نظام الإثبات ستكون بإذن الله لا أثر كبير جدا وستكون العقود الموثقة المكتوبة سواء كتابة عادية أو رقمية لها الحجية الكاملة كالحكم القضائي وبالتالي حجية وسائل الإثبات التي نص عليها النظام صراحة لن تكون محل تعديل سواء من القضاء أو من أي طرف أخر وضف الصمعاني أن من ميزات نظام الإثبات اعتباره الدليل الرقمي دليلا أصيلا ليس في جانب القراءة مما يجعل كل الوسائل الرقمية عبارة عن حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه من مميزات هذا النظام والتي بإذن الله تميز على العديد من الأنظمة المقارنة سواء إقليميا أو غير ذلك أخذ واعتبر الدليل الرقمي دليلا أصيلا وليس في جانب القراءة وبالتالي كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها نظام الإثبات تعتبر حجة ووسيلة من وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء في حكمه وكذلك أيضا يمكن أن تكون بالطريق النظامي سندا تنفيذي